موسيقى كلها تقريبا نبقى في واحد المستوى اللي كانت فيه لكن هناك مجمعة من المواد المستوردة واللي ارتفعت وانا هنا في هذه ندوها تكلمت مرارا وتكرارا على الاسباب ديل هذا الارتفاع منها العودة ديلة انتعاج الاقتصاد العالمي طالب على هذه المواد هذه وانتم ما كتشوفوا اليوم في نوصل النفط يعني البيترول يلامس قريب من المئة الدولار تجاوز تسعين دولار فالمجهود تقوم به الحكومة من اجل المحافظة على الاسعار انا تكلمت عليها مرارا ما فيها بسعة ثانية صندوق المقاصة يعني يكيفوت واحد سبات عشر المليار ديال الدرهم غير الدقيق نعطي مثال غير الدقيق هذه الخبزة ديالدرهم وعشرين اراه الدولة والحكومة تؤدي تقريبا واحد الخمسين ديال مليار سنتيم شهريا باش تحافظ على هذا التمن ديال الخبز انه يبقى في درهم فاصيل عشرين فهناك مجهود كبير تقوم به الدولة اولا للحفاظ على القدرات الشرائية بالاضافة لمجهود اللي تنقوم به الان على مستوى مع الفرقاء الاجتماعيين انتم كتشوفوا في ضرف يعني قياسي وزارة التربية الوطنية استطعت انها توصل الواحد الاتفاق المهم وفي ضرف خمسة عشر يوم احنا اليوم سنفعلها تشكلوا اللي تكلمنا عليه اليوم را عندكم الفامالية على بيزانية الدولة وطبعا هذا هذا ماشي ماشي كان من نول لاشي حاجة ولكن غير باشي يظهر بان هناك توجه نحو المحافظة على القدرات الشرائية دي المواطنين زيد عليه الحماية الاجتماعية زيد عليه اوراش اللي غادي يطفر الشغل بشكل سريع ومباشر للمواطنين وزيد عليه فرصة إلى غير ذلك من المبادرات ومن البرامج الحكومية نتمنى الله سبحانه وتعالى انه يغيتنا قريبا ان شاء الله وتعالى ونتمنى ان الاسعار دي المجموعة دي المواد اللي عندها نعكاس على الاقتصد الوطني انها يعني يعني تنخفت قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابنوا معنا فلاشين يوتيوب وبارداجا والمحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش تدير الجامع